ندخل بقى على الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه وبتكلم فيه بقى لي كذا مرة وحنتكلم فيه تاني لان اتحاد الكرة بيعند معانا اتحاد الكرة طلع بيان مبارح قال مفيش اي مبارح هتتأجل طب حضرتك مش هتأجل مباريات طيب احنا بنطالب بحاجة واحدة بس تطبيق العدالة في الدور حضرتك طالما مسؤول لما تقعد على كورسي وتبقى مسؤول يبقى اهم حاجة اول حاجة العدل اول حاجة انك تعدل طالما انت مسؤول حضرتك مسؤول يبقى لازم تعدل ما بتعرفش تعدل يبقى كورسي ده كبير عليك بلاش يكون الموضوع ماشي بعند بلاش يكون الموضوع ماشي لصالح فريق على حساب فريق تاني يعني طبق لي العدل طب انا هقول لحضرتك حاجة ماتش مبارح يعني النادي البنك الاهلي بيلاعب نادي الزمالة عارفين حضرتكو نادي البنك الاهلي بقى له قد ما لعبش ماتش يعني هو الراجل الراجل كمان بيشتكي كابتن خالد جلال من كتر الراحة الراجل بقى له عشرين يوم ما لعبش مباراة رسمية عشرين يوم ما لعبش مباراة رسمية هقول لحضرتكو حاجة تانية نادي الاسماعيلي بين اخر ماتش والماتش اللي حيلعبه شهر وعشر تيام ايه ده يعني انا هقول لحضرتك حاجة يعني لحضرتكو مش بتكلم المهندس احمد مجاهد بتكلم المهندس احمد مجاهد في الموضوع العدم والمهندس احمد مجاهد انا عارف ان هو لعب كورة يعني لو انا بكلم او بخاطب واحد ملعبش كورة هقول لا يبقى ما يعرفش انما الكورة دلوقتي بقت علم مش عافية مش كل يوم العب ماتش مش كل يوم انا لعب ماتش مش كل تلاتة يوم العب ماتش وفوين دورك كابتن حسام البدري في الموضوع دول يا كابتن حسام انت هيجيلك اللعيبة ونص لعيبة المنتخب بتاعتك من النادي الاهلي هيجيلك اللعيبة واقعة اللعيبة هتجيلك مش قادرة مش شايفة قدامها ده انت كده بتدمرني المنتخب كمان انا طالب العدل فرقة تلعب كل يومين ماتش كل يوم ايه ده احنا ساعاتك بنطلع من الاستاد الساعة تنشر وشوية يعني يكون دخلنا في اليوم اللي بعده بنتضرب يوم ده انا مقدرش تاخد نفسي مفيش تهيئ مفيش مفيش حتى استشفى ده احنا اللي بنتفرج ما ناخدش نفسنا وفي نفس الوقت المنافس بتاعك او الفرقة اللي انت بتلعبها بتكون مريحة اسبوع وممكن اكتر كمان ويلعب قدامي بكل هدوء ويلعب زي ما هو عاوز وانت بتلعب بيلعب كمان بجهد بدني ممتاز غير اللي انا فيه انا بقول لحضرتك طبق العدل بس مش عافية انك تقول لي لأ ما فيش تأجيل لأ ما فيش تأجيل هي مش عافية احنا بنتكلم بالعقل بالمنطق ده ما فيوش منطق ان كل يومين العب ماتش ده مش منطق قولوا لأي حد يعني حتى حتى حضرتك بتحط المباريات بالشكل ده انا مش عارف مين اللي حط المباريات بالشكل ده 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 جهبز من الجهبزة اكيد بتتشاور محد مش يعني مش ممكن يكون مسلا واحد ملوش في الكرة مثلا لي في الحسابات يجي يحط جدول بتاع ماتشات النادي الاهلي المؤجلة يحطوا بالاسلوب ده مش ممكن يكون حد بفهم في الكرة استحالة ولا مسؤول مسؤول عن اتحاد بالشكل ده مش ممكن اه احنا عمالين نقول للناس معلش راعوا شوية راعوا اللعيبة يا جماعة اللعيبة بتموت نفسها وعندنا احنا في ثقة اللعيبة بالرغم من lui بيحصل ده احنا عندنا ثقة في اللعيبة بتاعته واشنا بنشوفهم يعني احنا بنشوف في اخر الماتش مش بقى من بداية شوية التاني في اخر الماتش اخر ربع ساعة اخر تلت ساعة اللعيبة مش قادرة. اللعيبة بتجر الرجليه في الملعب. وده وضع ده مش تقصير منهم على فكرة. انا عايز اقول الجمهور اللي بيقول لك. احنا في الاخر بنتعب نتعب ايه يا جماعة ده احنا بنلعب كل ما silicon ده انت لو حاضر لك شفت الشهر دوت احنا لعبين فيه كم ماتش فعلا كل يوم كل تمانية واربعين ساعة مباراة لأ ويقول لك ايه ايه ان دي ماتشات بتأجيلها لكونتو ايوه انت كده بتدمرني انا انت بتدمرني لعب ماتشين ولا تلاتة في اسبوع وبعدين لما اجع يعني احنا طلبنا تأجيل بعض المباريات او على قل الدين يوم راحة زيادة انا انا عندي يوم عشرة ماتش مع نادي الزمالك اللي هو المنافس التاني المنافس الحقيقي ليا في الدوري انا فرقة تلعب كل خمس ست يوم ماتش وانا لعب كل يوم ماتش ونتقابل يوم عشرة مايو فين العدل ده انا بانا اعبال ما اوصل لعشرة مايو اكون انا لعبت اكتر منه تلات ماتشات انت عايز توصلني لماتش الزمالك وانا مش قادر ايه ده وده المنافس المباشر بتاعي يعني ما انا انا مش عايز اقول ان ده فيه تعمد لا ممكن ما يكونش فيه تعمد ولكن ما فيهوش عدل يعني انا هلعب نادي الزمالك يوم عشرة بص بقى حضركوا وكون انا لعبت ايه قبلها هقول لحضراتكم هروح هلعب المحلة في المحلة ماشي هرجع لما وانا راجع هيكون اليوم التاني دخل علي هعمل ايه بقى اليوم اللي بعده هروح اسفر اسكندرية عشان يلعب الاتحاد في اسكندرية وبعدين اجي ارجع من اسكندرية على القاهرة تاني يوم الاعب الزمالك كل يوم اللي بعده ايه ده في الوقت ايه اللي نادي الزمالك موجود في القاهرة وبيلعب كل خمس ايام مباراة وحاطت الرجل على الرجل ومستنيني فين بقى مزان العدل هنا وبعدين حضراتك بتتمسك يعني باللفز قوي بانك طبقت النزام نزام ايه معه النزام لازم يكون معاه عدل حضرتك النزام لازم يكون معاه عدل فين العدل لما فرقة تلعب كل يومين ماتش وفرقة تريح عشرين يوم وفرقة تريح اربعين يوم وفرقة تلعب كل خمس ست ايام بالهدوء ايه ده ده لمصلحة مين يعني انا عايز اعرف ده لمصلحة مين ده لحضرتك قولتهالك قبل كده لما توصل لمعسكر المنتخب مش هتلاقي لعيبة مش هتلاقي لعيبة سليمة وبعدين كمان احنا كمان عندنا ايه ده احنا عندنا معترك افريقي بعد كده احنا خلي بالك احنا بنمثل مصر احنا بنمثل مصر داخلين على دور التمانية وبعدين عندنا كمان يوم تمانية وعشرين مين ومفروض ده اللي يتحدد لحد الوقت السوبر الافريقي مع نهضة بركانة المغربية يعني احنا عايزين دور الجهاز الفني المنتخب مصر ازاي ما يكون سليك دور في الموضوع ده لازم نحافظ على لعبتنا اللعيبة دي هم او جزء منهم بيمثلوا منتخب مصر الهيكل اساسي منتخب مصر المفروض ان احنا طالبين بس العدل مش عايزين حاجة تانية غير كده ترجمة نانسي قنقر